حالوا نتابع إيه أبرز الأخبار اللي هتحصل النهاردة بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالدكتور علي الغمروي رئيس هيئة الدواء المصرية هيعقد مؤتمر صحفي بمقار الهيئة في المنصورية بيتناول آخر مستجدات ملف نقص وتوافر الأدوية خلال الفترة الماضية والخطة اللي بتعمل بها هيئة الدواء لتوفير أبرز مجموعات الدواء خلال المؤتمر هيئوم رئيس الهيئة بالكشف عن بدائل ومثائل الأدوية اللي شهدت نقص بالأسواق خلال الفترة الماضية وجهود الهيئة في توفرها سواء عن طريق الشركات أو المخازن أو الصيدليات النهاردة وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات وهتبدأ الوزارة صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات أيضاً النهاردة هتطلق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة فعالية قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تحت رعاية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أبرز محاور الفعالية تدور حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي وتحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية والأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية والصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين ودور المراسل الصحفي التلفزيوني في تغطيات الحروب وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإعلامية الدولية اشتركوا في القناة